العناية بالبشرة في البيت إشي كتير أساسي ومهم لازم كل صبية يكون عندها روتين مناسب لنوع بشرتها وطبيعة بشرتها من غسول، مرطب، واق الشمس أو حتى السيرومات للبشرة اللي بتحتاجها فعلياً البشرة ومع هيك في كتير مشاكل جلدية بتطلب اللجوء لعيادة التجميل حتى نعالج المشكلة من جذورها سواء كانت عميقة مثل علاج مشاكل لحب الشباب، التصبغات، المسام الواسع والندب والكتير من المشاكل الجلدية لهيك نلجأ للطبيب بفحص لنا بشرتنا بحدد شو الإجراء المناسب حتى نعالج المشكلة من جذورها وكنصيحة لكم دائماً في حال وجود أي مشكلة جلدية لازم مباشرة نلجأ للعلاج وما نخلي المشكلة تتفاقم أكتر ببشرتنا لأنه رح يصير علاجها جداً صعب وبيحتاج وقت كتير طويل وشغلة كمان كتير أساسية ومهمة إن العناية بالبيت تكافئ العناية في العيادة إمشوا عن التنتين يصيروا مكملين لبعض ونأخذ أحسن نتيجة وبوقت أقل بتمنى تستفيدوا من هاي النصائح وبيتكم عامر